الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الحقيقة أن هذا الطوفان الذي جرف الزبد كله زبد الأفكار البالية والعقائد المنحرفة جرف سطوة المستبدين ثم نبذها عن جنب جرف العنتريات التي كانت تطلقها زعامات في العالم وأصبح لأول مرة مرى أن أولئك المستكبرين بدوا وجثون على ركبهم وتتغير لهجتهم ولغتهم لأول مرة وأصبحوا الآن يصرحون بذلك على الملأ ولم يعد هذا مخفية إلا 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 عند بعض أبناء هذه الأمة من العاقين الذين لازالوا يراهنون على استسلام أولئك لأنك يقولوا لا بديل عن القضاء على هؤلاء حتى يستسلمون ففي برنامج تلفزيوني في أحد القنوات للعدو جاء بمرضخاك دار أحد هؤلاء محللين سياسيين وعنده الدين وكذا فبدأوا يسألونه عن قضية استسلام هؤلاء المقاومين قال لقد سمعنا من رجال الساسة أن هناك من استسلم لكن لم نرى أبدا على الساحة وفي الإعلام أحدا من المقاومين رفع الرايا البضاء أو استطعتم إخراجه من هذه لا 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 كي اسمهم هذا هذا الأنفاق وجئتم به ما رأينا ذلك قال لهم من قال لكم إن هؤلاء استسلم منهم أحد أو استسلم أحد هم لا يستسلمون يا سبحان الله قال هذه كلام يصطبغوا بالصبغة السياسية لأرضاء الجمهور والمقصد هو مقصد انتخابي فقط هؤلاء استسلمون علاش السمور دخاي علاش قلنا السمور دخاي علاش قرها الله عرب قرها الله عرب باش تعرفوا قوة هذا الدين باش تعرفوا قوة هذا الإسلام باش تعرفوا أن الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه الأمة هو هو تحييد الدين من المعركة هو أزل القرآن عن توجيه الأمة في معركتها معركة التلموية معركة التحرير أي معركتين معا معركة التحرير والتعمير لا يمكن للأمة أن تتحرر إلا بالقرآن هذا الدين ولا يمكن أن تعمر وتبني الحضارة التي وإليها المستضعفون إلا بهذا الدين فهو مصدره ثلاثة الأشياء ثلاثة الأشياء أخويا الحاجة الأولى واسمه معهم الله والله هو الذي يدير المعركة في غزة الله أكبر شكرا شكرا هذا الشكل يقول هذه هو قاد قال لها بواحدة بواحدة طريقة ما يقدرش يقولها أنا هو قال لك اللاعب الأول في المعركة اللاعب يعني لا يعليق لكن المقصد واسمه هو أما الله معهم وهو الذي يدير المعركة ومن كان الله معه في المعركة هو يقول فلن تستطيع أي قوة أن تجابه في الأرض هو مرا معارف يسموه أنا بيقول أسي ثم أمريكيا والغرب كل شي وفمة اه بابابابابابابابابابابابابابابابا مش كل كان كيف يظنبلي توقع شي معاركة في التاريخ بحال هالي بكل المقاييز شوف القوة انت حد الناس في توصلهم تكنولوجيا وعسكريا ومخابراتيا واقتصاديا وسياسيا ولوجستيكيا وحاصروهم وحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم وا 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 ويقول لك ليس تسلموش لأن الله تعالى هو الذي يدير المعركة كحل بها عينيك يا العربي وسقل بها واذنيك يلطرش الله يستر drap الله يسترني اياك Pokey معده أخوي هذه اللولة الثانية الليك يقول موردخاي أنا كنت سمعت لهم زيان بسمعت لهم زيان لأن أعجبني ذاك الحوار لأن ذاك اللي كيدوا الحوار ذاك المرة وذاك الشي يعني بقوير إذا ما بغوا يدوروا شي حاجة كيفة شي ساعة ما خلالهم قالوا في الثانيين الحاجة اللي الآن تجعل هؤلاء لا يستسليبون ليس فقط أن الله تعالى معهم وهو الذي يدير المعركة ولا قبل للمخلوق أن يصارع الخالق لا واسمه أي أخرى عندهم واحد سلاح ما عندناش إحنا وهذه المسألة ما عندناش إحنا احتل لغا تعنا ليس فيها هذا الخلق اللي هو اسمه هو الصبر الصبر الله تعالى قل يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا أجاب 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 استدل بالآية تعالى القرآن إن الله مع الصابرين وإن الله يحب الصابرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في الماضي وما ضعفوا الآن وما استكانوا في المستقبل أي الأزمن الثالث الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل عندهم استيعاب للزمن كله باستحضار الله فما وهنوا لما أصابهم آه هذا الشيء قال لي فتن تعالوا انت تعال لي صابهم ما وهنوا ما ضعفوا الآن ما استكانوا للعدو في المستقبل بل يقولون نحن لكم نخرج لكم من تحت الأرض ومن كل مكان وسنهزمكم وهكذا الله أكبر شو تشو الله أكبر وما استكان والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا شو شو ربنا اغفر لنا في الماضي ذنوبنا وإسرافنا في الحاضر وثبت أقدامنا في المستقبل يعني ذكروا الشيء اللي في الماضي والحاضر المستقبل والمعركة الآن في الآخر أمامهم كايدعيوا سيدة ربي يغفر لهم الذنوب يطهرهم باش يكونوا عباد لله مش عباد للدنيا ما بغيين حاجة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما يستكبروش احنا مذنيبين وإسرافنا في أمرنا أي أمرنا الآن الآن إسرافنا وعدم تقديرنا الموقف وما عندنا شنا عما سيدي هذا كالتهيئ اللي تهيئ وذك وعدوا لهم وعدين حتى لتم ومزفت على المسائل عندنا إسراف في الأمر نطعنا وثبت أقدامنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الأخيرة والله يحب المحسنين صبر 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 النصر صبر ساعة إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يوسرة شوف سبحان الله ما قالكش إن بعد العسر يوسرة إن مع العسر يوسرة إن مع العسر يوسرة والعلماء مني بقدتوا شرح لكم السعادة وماركوسة حضرتوا للشرح طويلا في هذه الآياتين في سورة الشرح مش إن بعد إن مع العسر يوسرة إن مع شوش حال من توكيد شوف إن توكيد مع العسر مع العسر يوسرة أنت ما تشوفه إن مع العسر يوسرة وكيقول لك الإسم حينما يكون معرفا يكون واسمه يكون غير واحد كي يكون نكيرا يكون زوش العسر غير واحد واليوسر الأول مش هو اليوسر الثاني واللي قال لن يغلب عسره اليوسرين إن مع العسر الأول كان عسر الأول في الترتيبات في كده في كده إن مع العسر الثاني مثلا تقوة العدو وتعليقه يسرى فأنت لك مع الله يسرين عند عسر واحد الله أكبر الله أكبر إذن الأولى الله تعالى هو الذي يدير المعركة وهو معهم الثاني واسمه أما رأي يتكلم على أتهيئ البدني ولا النفسي ولا 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 القوة العسكرية ولا استراتيجية العسكرية ولا التكتيك العسكري اللي كيقرره في المعايد العسكري أكيد تكلم على أه من اللي كان هادروا عليه إحنا طارفنا ما يكن تكندير الدروس على عوامل نصر من غزوات بطر وكان نجيب الإيمان ونجيب الشورى ونجيب العدل ونجيب كذا كيتكتبوا لي تحتيقوا لي أتربي أحمد أمنا ماذا أنت هذا هو أعلام ربغيت تتكلم تتكلم على إعداد الإعداد رحنا كان نقوله ولكن كان نقوله مرة وحدة شوش حالركزه الركزه على الإنسان الذي سيحمل ها هما الإنسان لي ما شيء مربيه وما عندهش هادش وخطعت لقاء سلاحا تعكلش سيكون مهزوزا لأن الله تعالى قذف في قلوبهم الرعب والمرعوب لا يستفيد من سلاحه بل لشدة الرعب الذي يجلجله ما يبقاش يشوف تعرفوا شوش حالما يبقاش يشوف في المطالب وش تعرفوا السيد يصورهم ثلاثة على الخيام وما يشوفوش وش تشوفوا الناس بالإحفاقها دي ويبشي على الدبابة وكذا ويدري ولي واش هذي واش هذي واش هذي واش واش انتم مبارك واش شوفوا لكي صرات لكم واش هاتش 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 آيات آيات يو والثالثة واسمه هي لا قلنا العاقدة الله معهم وقلنا إنه مع العسر ووسر وقلنا إن الله مع الصابر والثالثة واسمه هي الثبات وكذا وكذا هذا هو الصبر وذلك شي واحد الحاجة قال هذا وينه واسمه هي قال قال عندهم الجندي والمقاوم تبطر أطرافه الرجلين واليد وكذا زيد ويخرج هكذا وقد فقد أطرافه ويعتلي كومة بيته المهدم ويأخذ صورة وهو يرفع أسبوعي علاش هو دير هكذا ومصر تعرفوا كاي اللي كيمشون الأطراف انتعوك يقولون لي يكون مقاومة صفين كفيوك روح تريح تعاجي لا أخرج بقدم واحدة بيد واحدة خليوني واحد كان فيهم سكين دياليز قالوا له انتعين قال لم نمشي لبغي تلقي الله أنا نمشي لهذا كمين أنا نمشي يا ودي قال له ما أنا نمشي فذهب فقضى على على كل شيء قضى عليهم ثم استشهد ما بغيش واللي مشا غير برج الوحدة واللي مشا غير بيد وحدها ويرفع يدو على ذاك الأخر قالك واسمه معنى هذه معنى واشي انتصر إلى درها كذا وانتصر لا ما انتصر لا قالك واشي انتصر ما معنى مني درها كذا الانتصر ما معنى يقره هو كيف السرامور دا خاي قال يعني يعطي مثال يحتذا لمن لأبنائه والأجيال الصغار كي يقول لهم شوفوا الصدق انت عن الناس انه يسرى لللي يسرى وهو فرحان وانه مصر على الاستمرار الله أكبر وقال موردخة قال فهي رسالة يرسلها إلى الأجيال دوك الولاد الصغار لنا أيضين هذي رسالة اعلامية نفسية تشعر الانسان بالعزة وانه يفتخر بمصابه ورفعه سبابة هو كيفعه السبابة ولكن هو قال على هذي احنا هم دايما يرفعه السبابة ولكن هما كيقول لك هذي يعني هي البيكتورة هذي ديالهم هذي انا ما نبغيها شكار ولكن على كلها يعني هو كيقول لهم يعني ومع ذلك يقول لهم ها راح نانشاء الله منصورين منصورين فأحببت أن اقتسم معكم هذا التحليل لأحد رجال السياسة ودي كما سمعته في قناة من القناة القنوات انت على العدو ويتحدث عن الجديد في معركة الطوفان مع هؤلاء المحاصرين الحب لله على نعمة الإسلام وكفاب